اشتركوا في القناة 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 الأقيام هي بكلها صراحة حلوة لكن هذه البداية مالي تقريباً أربعة وخمسة أيام ومغير يبغالي بعد مدة إلى الآن ما أتقن تلاييم كستين بالمئة تقدروا تقول الأيم حليو لكن أعيانا عندي غلطة في تأخير مخي مبرضي يستوعبني أنا مغير على الخرابيط اللي بتشوفها قدامك الشاك كتير غيرتها بتكلم عنها في النهاية زي ما قلت تركوا مع المقطع نرجع لكم في النهاية ما في أحد طلا ها ما شاء الله أيوة طحة واحد لا لا نحن 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 اشتركوا في القناة 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 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر موسيقى والله والله معليش معليش البيت طيب زي ما انتشاه فين عدات هاي طالعها بقامكم الان ما اضبط نفسي مئة بالمئة فيها باقي اغراض زي ما اركعتوا سابقا ان شاء الله مع الوقت كل شي بيضبط طيب الحين انت ممكن تسأل نفسك تقول ابو بونك تنصحني اسوي زيك ولا لا هنا انا بقى اقول لك الصراحة وبكل امانة ومستقية اي شخص بتقلد عداته مستحيل ان هذا الشي يعدل من لعبك في اشياء معينة اممكن لو غيرتها اوكي هنا اقول بتغير من اللعبة نعطيك امتنة طيب اول شي نبدأ بالشخص العادي الشخص اللي ما يمسك اي مسكة غير المسكة الطبيعية يعني لا هو كلاو ولا وضعيات غريبة وما عند اي ايادي او كنترولات اعترافية يد طبيعية نفسي انا اذا انت شخص كذا في كل اللي عليك انك تعدل عندك حاجتين جدا مهمة وباقي الاشياء مع الوقت تضبطها وباذن الله انك تقدر عليها اول شي الحاجة القولة والمهمة زر البناية عندك حاول انك تغير مكانه من الدائرة اذا انت حطه دائرة شيله وحطه اي شي ثاني قريب من اصبعك بتقول ابو بونغ ليش شيله من الدائرة جواب بسيط جدا انت اذا مسكت اليد وجدت بتضغط دريدة وتطلعها راح تشيل يدك من القير اللي يهرقلك الايم اللي يوجهك اذا واحد طلق عليك من ورا راح تضغط دائرة وتشيل يدك من القير ثم ترجع للقير وتلف عليه في كده راح تكون ردت فعلك مية بسريعة لكن لو فرضنا انك مثلا حاط اللي يفتع الجريدة عندك القير اللي علي صار او حاطها تتشباد او حاطها واحد من الاسهم كيف راح يكون الوضع راح تضغطها بيد او باصبع ثاني والاصبع حق الايم ما تحرك تلف على طول على الشخص وانت فاتح الجريدة وكده بتكسب وقت افضل بحيث انه ما يدمجك الشيء الثاني اغلب الناس تطلب ايادي من بره مثلا سكاف ريزر ايادي اللي فيها ازرار خلفية انا ابدا ماني ضد هذه الامور وبالعكس تطلبها وعندك امكانية ما عندك مشكلة لكن في بديل لماذا تدفع 400 او 500 او 600 او 600 او ريال على اشياء ممكن تخرب عليك وتنك المستقبلا او تذهب اماقين ثانية ومازي تلعب فيها تقول لي مبنقوش البديل غالبا الناس اذا طلبون هذه بيستخدمونها لامرين او اشياء معروفة زر للنجز وزر للإدت او للجريدة كل انا ورابطة فانت اذا تريد تحلل المشكلة هذه كل اللي عليك انك تحط بدان الاكس زر اللي يعني مين اللي انا انصح مئة بالمئة اذا انت الان اطلعني اتحول من اللي ينقز للإكس الى القير اللي عليمين R3 خلى هو اللي ينقز عندك هذه نصيحة اعتبرها زبدة المقطع لو ضبطت وضعك بالإكس وبالجريدة اللي هي القير اللي علي صار صارت الديور عندك هي اللي تشتغل معاك في النقز وبالجريدة انا اضمنك الان ان مع يوم يومين ثناثة اذا ضبطت وضعك كلن وحسب طريقتها بالتعود وحسب حرقة راح تتطور بنسبة 180 درجة والله العظيم انها مو فلسفة قدر ما هي بتجربة شخصية ومتأكد منها عند اكثر من شخص اذا انت انسان نفسي انا حاولت اطور زيادة طبعا اول كنت فقط شخص سوح مسكة عادية الان طورت من نفسي زيادة صرت امسك مسكة الكلاو واذا تبوني انا نزل لكم جيم بلاي فيه تصوير لليد وانا جالس الالعب ما عندي مشكلة كتبوه لنا تحت طريقة كيف مو بكلاوي مين فيه كلاوي مين فيه كلاوي صار الكلاوي اللي تكون يدك بشكل مقوس فطلع لكم صورة قدامكم الان المسكة هذي تفيدك تفيدك انك تقدر تستخدم ثلاث اصابع في جهة واحدة مثلا الجهة اللي على يمين تستخدم الاصبع الدب للجير والاصبع الحق الشهادة للازرار والاصبع طويل للر 1 والر 2 وكذا انت تريح على نفسك اشياء كثيرة بحيث انك ما تحرك اصبع الايم اهم شيء اصبع الايم عندك اللي هو حق الجير اللي يعني مين اللي يحرك لك الايم هذا مهم انك ما تشيله عشان تضبط وزنيتك دائم وتحركاتك ما تكون بطيئة فانت اذا تعودت على هذي المسكة انا اهنيك اذا انت شخص من الزمان يلعب فيها اصبقلك ويقول برافو لانها صعب جدا الوحي يتعود عليها انا اللهم لك الحم تعودت عليها لكن بجهة اليسار فتلاحظون قدامكم من عداتي صعبة انا ليش لاني حاط سهم فوق يطلع الاكس سهمي صار يبدل بين الاسلحة وهو سهمي مين التشباد حاطه الادت وابغطها كلها بيدي ليسار وعن طريق الاسهم وعن طريق الاصبع السبابة والاصبع الطويل اللي هو الاروان واللوان الطويل والسبابة اللي هو الازرار والاسهم فعشان كده انا مرتاح جدا وحاط كل شيء في الجهة اليسار والجهة اليمين ابدا ما يستفادة منها واللهم لك الحمد مرتاح جدا واذا انت ماسك كلاو ابدا الفلسفة هذي كلها ما تصلح لك اوامورك طيبة فقط اضبط لك اللي ينقذ واضبط لك حق الجريدة اوامورك حلوة حتى لو ما تضبطهم اوامورك بتكون طيبة اتمنى المقطع كان خفيف عليكم لا تقصروا معاوضتك على زر اللايك اللعبك هان اغلبه سولو سكوود اكثر طوري عدل لعبك فقط كنت ادخل بنيت اني اذبح واتعود على البناية ما في شيء ثاني جايب بالي فاتمنى المقطع ان الاعجابكم لا تقصروا معاوضتك على زر اللايك اللايك جدا محفز شكرا لكم الله يسعدكم وباذن الله انا ادري في بعض وخم يبغى غراند غراند رح ينزل له مقطع في المستقبل القريب ان شاء الله مهلا اشتكتب تحت في الكومنتات شكرا لكم وشعطيك معاوضتك على المشاهدة كملوا للمقطع ترككم معاه صلوا على نبيه محمد ومه الكريم موسيقى 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 اشتركوا في القناة